حربي، قاعد في الضفة كده لي يا حبيبي كده أحلى كده أحلى، لانا أول ما شفت الشقة ضلمة وقلت أكيد أنت بشي ودي معقولة، بقامش واسيبك في الشقة الهوة دي لوحدك ده حتى تبقيل الزهرين سلام بس شكل البيع كده لعبت معاكي وكيكا طلعت في العالي قوي 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 قصدك على الشقة يعني؟ وهي دي شقة، دي قصر البركة يا أخي أفعام تربية، هو اللي قببني على وش الدنيا وخلانا شم نفسي أحسن من البدرون الزبالة، اللي كنا مرصوصين في كده زي علبة السردين هي من ناحية أحسن فهي أحسن، يا أحلى دندن فيك يا مصر طب بقولك إيه يا بيبي، مش عايز تتفرج على الشقة إيه اللي عايز؟ ده أنا مستني اللحظة دي من الصباح ياسمر انت يا جميل طب سعيد سعيدة إيه رأيك؟ عجبتك؟ قوية، هي حلوة قوية بس يعني أنا شايف إن هي محتاجة تنزبط نعمل، انت يجي نزبطها يلا يلا انت هتفضل قاعد هنا، انت الفجر قرى بيطلع، مش هتخش النام أستنى حارب يا باركة هو هيتأخر؟ الله هو أعلم طب أنا مش قادر أفتح عيني وعايز أنام خش النام إنت يا باركة ماشي، طب وأنت؟ أنا هحصلك بعد شوي طب تسبع على خير انت منها يا حبيبي ورحمة أمك يا شيخة والعشرة اللي ما بيننا لو احتاجتي حاجة أو احتاجتي حدة فطفاضي معاه أنا موجود ربنا بيحمني منك يا زين يا ابن لاشقر تسبع على خير بقى مش تقول كده من الأول يا سحربي جايلي مصلحة يعني تعرف يا دنيا لو سمعت الكلامك من أي حد غير ما كنتش أزع والله أنا كنت أزع لكن مني كنتي أزع وأزع على قوي كمان احنا متربين مع بعض وابتين يعيش ومدح ساوة اقص عليك يا دنيا عيب عيب لما تقولي لي انها ما كنت جيش غير عشان ما أصلحتي عيب ما حلنا عمتش عن فهلها يا دنيا اقص عليك اقص در ايه يا حربي فيه ايه انت هتقلب أحكاية أو زعلة ولا حكاية ولا زعلة ولا أي حاجة بسيك المتاع دي ايه دا انسر الكلام اللي أنا قلت لي تعليه دا خالص بس يكون فعلمت بقى أنا ما جيت لكيش غير عشاني بحشتني وعشان عايز أشوشك واني بعزك قوي 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 ماشي وحكايت بقى بسي عنتر دي جات كده منها دي بتتلمس ازاي كده انتر دي جات كده يعني ايه قصت الكلام اللي أنا بتكلمه معي بس زي ما قلتلك انسي خالص ان انا قلتلك اي حاجة وخلينا اصحاب عشاني ماشي ايه دا حاربي استنى استنى يا حاربي اوف خلاص بقى يا حاربي ما تتقمسش وتعملهم علي ما كريش كلمة يعني اللي أنا قلتها عزيت انا بالزعلان ولا حاجة انا بس يعني وقت على خطر شوي وانا بقى ما يخلصنيش انك تاخد على خطر كبير يا بيت بس بقى بقى غير الله وان بتغير ايه ايه ايوة كده فكها مار بس انا بكرا ان شاء الله هتكلم مع عنطر في الموضوع وبإذن الله يوافق وقال لي خليه بس ما يوافقش انت مش بتقولي انه يتمنى منك الرضا من عمري ما تكلمت معا قبل كده في موضوع شغل اوه دا شغل يا حسرة دا وعل حاجة بالنسبة لمقاول كبير زي زي عنطر دا بعدين دي شوية خردة من مخلفات العمارات اللي بيبنيها هناخدها ونريحوا منها خارب وايما يطلب احلى سدادين الا بقى لو كنت مكسوف ولا محرجة تكلميه فحاجة لا يبقى بلاش يا دولي يعني بلاش بلاش؟ بلاش ايه ولا؟ انت اغلع حاجة عندي في الدنيا دي كلها احنا ساطر وغط على بعض يا حربي ولو انا واقفتش جنبك من اللي حيقف جنبك بس اعتبر الموضوع خلاص خلاص انا هتكلم معاه وبإذن الله حيوافق وهتعمل احلى شغلة معاه وحتطلع فوق 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 احبك ياgens يا دولي احبك، بحبك، بحبك وهو قصة but yeah وكيكة على عالي يا بشر هو الوقت الحربي مرجعش مليلتن براح ليه وغاية بحجيته معاه ايوه هيكون راح فين يعني وبعدين العربية معاه احنا مش هلاقات رزقنا النهاردة ولا ايه والا بركة انت ملمحتش دعاء ويا خارجة الصغل النهاردة دعاء؟ لا محتاجش لا ليه كيمو باشا اقول لك ايه ملمحتش دعاء ويا خارجة الصبح بدري دعاء لا دعاء ما خرجتش النهاردة خرجتش اه اتعافش ليه؟ ايه ده الشاب هرد جبلوكو غير ولا ايه؟ ايه ده كيموهق بس يكون تقيل وعلى نار هادية وعندك واحد تقيل على نار هادية للشباب المتوترة اه الاستنام عاركو ممكن اكلم انسه مجدا؟ دي ايه ايه مجدا انيسه مجدا ايه تليفونه عشاني ألو؟ آي يا مجدة أنا دعاية أيوة يا دعاية إيه اللي انت يا هبيبتين بارح ده يا بنتي؟ ده الراجل حالي في ستين يامين اللي يوديكي في دهيا ده قليل اللي قتب ومشافش رحة التربية هاي وبعدين عايزة إيه؟ أنا بس كنت عايزة التقم بتاعي اللي نسيته هناك وكمان المرتب فلو ممكن يعني يا مجدة أنا يختي مليش دعوة بالكلام ده كفاية اللي حصل مبارح أنا كل بس اللي عايزة منك بقولك يا دعاية مشاكلك يا حبيبتي حليها لوحدك وما تدخلنيش في حاجة أوكي؟ سلام يا قطة يا زين راح فين يا زين في حاجة يا زين؟ لا مفيش حاجة كنت عايز أتطمن عليكي بس أنا كويس؟ ما المرحتيش الشغل النهاردة ليه؟ بقولك يا زين خليك في حالك ونابي بس واسبني في حاجة ها؟ ايه بنت في ايه؟ قلتلك مفيش حاجة يا زين أنا كويسة انت هتعمل ليهم عليها ولا ايه؟ اللي مشوفش من الغربال يبقى أعمى وعيز تجليل اللي ما سيبك تمشي لما معرف ايه اللي حصل مخنوها قوي مخنوها قوي والدنيا دا ايه بيه مش هارف اروح فين ولا جيب بيه ايه دا ايه دا ايه دا ايه دا طب ايه ايه دي طيب ايه بالراحة وليلي ايه اللي حصل ما تلاقيش يا بنت الناس اللي بيني وبينك رايفضل بيني وبينك قولي اصلا لا سبت شغلي مبارا رفضوكي؟ لا امو ليه؟ مدير كافاترية حوال ابن الكلب ما تديده عليكي؟ لا ملحقش ملحقش دا انا ما سكدت لهش دا لو ضربته وكواهته على الارض وبعزقت كرمته في الارض كد عبت تبميت راجل بس مشكلة ان انا سبت لبسي كله هناك وكمان مرتب الشهر اللي فات مقبطوش وكلمت البت مجدة صاحبتي من شوية قلت لها مجدة ساعديني قريتلي راجل مستحلف لك لو دخلتي الكافاترية هتبقى وعايتك مطينا يعني ايه يعني عايز اضرب اقافة على الفلوس وعالهدوم كمان الزهر كده مشكلة مش موقع الشهر الواحدة مرة بيهزين مش هتقيني في الدلعة من نازلة مقطماني ومسممة جدتي بكلامها وعايزة تجوزني بالعافية عشان تخلص مني ايه؟ عايزة تتجوزك تتجوزك مين يعني؟ تتجوزني نتل اللي اسمه ابا ضايا ابا ضايا؟ ايه ابا ضايا ازاك ده انا دنقتله ده انا اقلب اسناني ايه ابا ضايا قالي؟ انا قصد يعني انه يعني انت كويسها دعاء كويسها تستاهلي حد احسن من المعفن ده ميت مرة ميت مرة ايه؟ قولي مليون الله يخليك يا زين دايما كده جبر بخاطري والله علاء النعمة ما هو جبر خواطر مهم ديني عنوان الكافتاري اللي انت كنت شغالة فيها واسم الراجل اللي عايز يضرب على فلوسك ده ليه يا زين؟ انت نوي تعمل ايه؟ قولي خير ان شاء الله زين؟ وعايزين تكون نوي تعمل حاجة كده ولا كده عايزين تفضحني بيها؟ ترضاني الفضيحة يا زين؟ ما عايش ولا كان اللي يفضحك قولي بقى العنوان واسم الراجل قولي بقى ما تخفيش ما بلاش اللون ده معانا راح تتعب قوي ويانا يا سلام احلى افطار من احلى دندن فيك يا مصر يا واد يا واد بطل محلسة قولي حقيبة بتمحلس اليومين ده قولي ما ياكلش الكلام ده بسمع منه كتير قوي في الكبارين بس ما بتسمعوش من حربي اللي لأي اي ولا زي زي اللي في القلب واحد بس يا حربي مينة بت؟ اللي لأي اي ولا زي زي اوه احبك يا صبريتة يا جميل يلا ساعة زيني ابا ايه ده؟ رايح على فين؟ زمان الوات زيني وبركة ما استنيني من الصبح؟ طيب